في غضون ذلك طالب مجلس قضاء الخالدية في الأنبار الحكومة بالإسراء في استعادة جزيرة الخالدية من سيطرة تنظيم داعش رئيس المجلس المحلي للقضاء علي داود أكد أن الجزيرة تشكل خطرا كبيرا على الخالدية ومدينتي الفلوجة والرمادي حيث يسيطر التنظيم على أجزاء كبيرة منها ويستخدمها كقاعدة لقصف باقي مدن الأنبار بالصواريخ وقذائف الهون مضيفا أن جزيرة الخالدية تشغل موقعا ستراتيجيا في الأنبار لوقعها بين الفلوجة والرمادي